وفي ذات سيناريو الحلول لتفكيك الأزمات أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعي أحمد الأسدي إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية مطلع الشهر المقبل فيما سيتم تضمين زيادة رواتبهم في موازنة العام المقبل وأشار إلى أن موازنة العام المقبل ضمنت فيها توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية مضيفا ولدينا أكثر من مليونين ونصف المليون متقدم سيتم بحث حالتهم ابتداء من نهاية الشهر الحالي وفي المقابل وجه الأسدي دائرة العمل والتدريب المهني لتعليق ترويج طلبات تشغيل العمالة الأجنبية لحين الاتفاق على آليات تضمن تشغيل العاطلين عن العمل العراقين قبل غيرهم